بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان مشاهدي قناة الصحة والجمع أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نحو الهدف نهاردة حلقتنا مختلفة شوية لأن في خلال الحلقة بتاعتنا لازم تخرج النهاردة إنسان مختلف الحلقة قائمة النهاردة على فكرة نموذج التغيير إيه الخطوات اللي بيحتاجها أي بني آدم في الحياة علشان يتغير من نقطة لنقطة أفضل أو من سيء لأفضل أو من أفضل لأفضل النموذج بتاعنا زي ما أنتوا شايفين مجموعة من الخطوات اللي احنا بنمشي عليها الخطوات دي بتبدأ من حاجة اسمها الإدراك الإدراك عبارة عن إيه؟ عبارة عن إدراكي للنقاط ضعفي ومشاكلي إدراكي لأن أنا أصلا عايش جوه مشكلة فكلمة إدراك معناها كده بالعامية البسيطة هو الوقوف على الخطر الحقيقي تجاه الأشياء يعني إيه الكلام ده؟ يعني بساطة تعالوا ناخد مثال مثلا مدخني السجائر على سبيل المثال الناس اللي بتشرف سجائر هل كلهم على علم إن السجائر ضره؟ أكيد طبعا طب هل كلهم أدركوا خطر السجائر؟ أولايل جدا طيب مين أدرك حقيقة السجائر أو خطرها أو أضرارها أو المشاكل بتاعتها؟ مع العلم إن الجميع أو كل الأشخاص اللي بيشربوا سجائر عارفين خطرها الدائم والمباشر والغير مباشر كمان اللي بيوصل لخطر السجائر أو بيدرج حقيقتها اللي لمس خطرها اللي تأثر بيها سواء كان تأثير عليه بشكل مباشر أو على أشخاص آخرين قريبين منه أو حد عزيز عليه فقط حياته أو فقط جزء من صحته بسبب تدخينه للسجائر يبقى إذن الجميع على علم بالخطر لكن اللي أدرك حقيقة الخطر أولايل جدا اللي هو اللمس الخطر بنفسه كذلك كل مشاكلنا اللي موجودة في الحياة كلنا عندنا مشاكل لكن مين أدرك مشاكل الحياة أولايل جدا طيب ليه ما فيش إدراك سريع لمشاكلنا أو لأي حاجة بنتعرض لها أو لنقضع فينا علشان أطور نفسي للأفضل وعلشان حياتي تكون أحسن وتكون أعظم الموضوع ده بيتلخص أن في نقطة مهمة قوي بعد الإدراك هي حاجة اسمها الرؤية الرؤية بتقول مش شايف نفسي فين في المستقبل لا هو أنا شايف نفسي فين في المستقبل مع استمراري على فعل نفس الشيء ويبقى يعني إيه الكلام ده يعني كمان عشر سنين لو استمرت مثلا على التدخين استمرت على الثمنة استمرت على أي عادة سلبية أنا عايزة تغير منها التأثير النفسي عليها هيبقى عامل إزاي التأثير المادي عامل إزاي التأثير المعنوي عامل إزاي تأثيري كمان على المحيطين اللي موجودين حوالي عامل إزاي يبقى أول حاجة علشان أتخلص من أي مشكلة وأوصل ليها وأبدأ أطورها للأفضل هو إدراكي أن أنا أصلا عايش جواه مشكلة دي أول 50% من خطوات الحل أو من خطوات التغيير طيب الخطوة اللي بعد كده رؤيتي للمشكلة لو أنا استمرت بيها بنفس الشكل فترات طويلة هتوصلني الفين طيب هل الكلام اللي أنا بقوله ده هو الوحيد بس اللي هيخلينا نتغيره بنبقى أحسن لا فيه ميكانيزم طويل جدا وفيه مجموعة من خطوات لازم نمشيها مع بعض الخطوات دي بتبدأ من مفاهيم مغلوطة عندنا نصححها كلنا مع بعض بتبدأ من حاجة اسمها الرغبة من الأخطاء الشيئعة جدا حوالين كلمة الرغبة إن إحنا أصلا مش عارفين هي بتيجي منين بنوصل لها إزاي هو إيه اللي بيحرقنا فيولد عندنا الرغبة المشتعلة اللي تخلي حياتنا أحسن أو اللي تطورنا أو اللي تخلينا نوصل لهدف معين إحنا بنسعليه بعد بحث كتير العلماء النفس لقوا إن الرغبة دي بتيجي في لحظات الضعف بس بتيجي في أقوى لحظات الضعف اللي إحنا بننر بيها طيب يعني إيه الكلام ده يعني من الصعب إنك تلاقي بني آدم ناجح ووقف على القمة ووصل لكل أحلامه ومش عاجبه حاله لأن هنا لو مش عاجبه حاله وهو ووصل لكل اللي هو عايزه فمعناها إن فيه احتياج والاحتياجة وعلماء النفس بيفسروا إنه أقوى وأصعب أنواع الضعف لأنه بيجبرني النظل النفسي تجاه رغباتي يعني الرغبة هي اللي بتحركنا وبتيجي في لحظة الضعف بس آه بدليل إنك لازم تقيس على كل مشاكلك اللي فاتت في الماضي هتلاقي كل نجاحاتك اللي حصلت وكل مشاكلك اللي تحلت نتيجة إن حضرتك كنت في لحظة الضعف فتولد عندك حاجة اسمها بقى القرار يبقى إذن الرغبة كانت المحرك الأساسي اللي خلتنا نتحرك تجاه القرار وما حصلتش إلا لما تعرضت الضغط جديد جداً ظروف قاسية جداً فحرقتني للأمام أو خلتني مكاني طيب القرار ده عبارة عن إيه؟ عن ثلاث مراحل أول حاجة شخص بياخد القرار في الوقت المناسب وشخص تاني بياخد القرار متأخر وشخص تالت ما بياخدش القرار أصلاً طيب الشخص اللي بياخد القرار في الوقت المناسب فمعناها إنه وصل سريعاً لكل أحلامه طيب الاتنين التانيين حد فيهم أخد القرار متأخر فزيه أصلاً زي اللي ما أخدش القرار يعني إيه الكلام ده؟ فيه مثال قديم عندنا بيقول إن اللي اختشوا ماتوا طيب يعني إيه اللي اختشوا ماتوا؟ والله قصة الفكرة دي أو قصة الموضوع ده كان حمام سيدات في قصة البلد وبعد كده الحمام ده حصل فيه حريق فجزء من الستاد خرجوا عراية بدون ملابس علشان يتفادوا النيران وينجوا بحياتهم وجزء تاني قال لا العادات ولا العرف ولا الدين ولا التقاليد هتسمح إن إحنا نخرج بالشكل ده حتى لو هنوت فانتهت حياتهم لكن لما بدأوا يدوروا على أصل الموضوع لأنه مش بس دول اللي حياتهم انتهت ده كمان فيهم حد أخد القرار متأخر يعني إيه الكلام ده؟ يعني عندنا تلاتة أول حد أخد القرار في الوقت المناسب فنجب حياته حد تاني قال لا والله عادتنا وظروفنا وديننا ما يسمحش أيا كانت الظروف فهنموت ونستسلم وحد تالت أول ما لمس النار أخد القرار بأنه هو كمان عايز يخرج من المكان ولكن كان زيه بالضبط زي اللي أخد القرار بأنه هو يعود فيعتبر ما أخدش القرار أصلا طيب هو إيه اللي بيخلينا أصلا ما بناخدش القرار في الوقت المناسب أو بنأخر اتخاذ القرار فكأننا أصلا ما أخدناهوش هي فكرة المسئولية المسئولية من العوائق المهمة أوي اللي بتخلينا ما ناخدش قراراتنا حتى لو كنا متأكدين يقينا إنها سريمة طيب يعني إيه المسئولية تعال أسألك سؤال وقولك لما تيجي تاخد أي قرار في الدنيا هو مين اللي هيتحمل مسئولية قراراتك هلاقي ناس تقول والله ده أنا وزوجتي وأولادي والله ده أنا وأبوي وأمي وأخواتي ده أنا والمجتمع المحيط حوالي ولكن خلينا أقول لحضرتك إن كل الناس اللي احنا تكلمنا عليهم دول بيستفيدوا من نتيجة قراراتك مش من قراراتك بيستفيدوا من نتيجة سواء كانت سلبية أو بيتضروا آسف بيستفيدوا لو كانت إيجابية وبيتضروا لو كانت سلبية لكن أنت فقط من تتحمل مسئولية قراراتك بمثال لو حضرتك أخدت قرار بأن أنا هعمل والله ماجستير مثلا أو دكتوراه أو هسافر بره أشتغل علشان حياتي تبقى أحسن بتلاقي أكيد ناس بتقولك والله يلا جواهد أنت برافو عليك أنت لازم تطور من نفسك وتلاقي حد تاني بيقولك لا ما أقول لا يعني اللي هم عملوا ماجستير ودكتوراه عملوا قيمة هم كتير ويعني على الأهاوي أكتر مما تتخيل لما بتيجي تاخد القرار وتمشي طريقك وتواجه صعوباتك وتبدأ تنجح تلاقي أن نفس الناس اللي كانوا بيقولك يا جماعة والله هدوا المرميين على الأهاوي هم أول ناس يرجعوا لك برافو عليك إحنا أصلا كنا معك من البداية بس إحنا كان لازم يعني ندوس عليك ونعنفك شوية علشان توصل توصل إنت ما تقولون يعني في النهاية دي حياتي هو إنت ليه بتتدخل فيها هو إنت ليه تحكم أصلا أنا هنفع ولا لا لأن مش بالضرورة أن من خلال تجربة الناس اللي حوالينا نطبق على حياتنا فمش بالضرورة أن يكون حد فاشل إحنا كمان لما نخوض التجربة نفشا ممكن كلنا نخش سباق والنتيجة لازم هتبقى مختلفة مع أنه نفس السباق كذلك دورة الحياة كذلك تحقيق أي هدف كذلك الوصول لأي عمل في الحياة مش بالضرورة أن تجربة حد سيئة فنحكم أن احنا كمان وارد أن احنا نفشل أو ما نوصلش لللي احنا محتاجين طيب إيه اللي بيخلينا بقى أصلا ما ناخدش المسئولية اللي بيخلينا ما ناخدش المسئولية هو الاعتقاد طيب يعني إيه الاعتقاد؟ هو عدم إيمان الفرد بذاته وقدراته ويخلق شماعة كده اسمها شماعة أصل أو شماعة الظروف يعني لو سألت النهاردة أي شاب أنت طموحك عمل إزاي يقولك والله أنا عايزة بقى أحسن واحد في الدنيا وفلوس وعربيات وشركات وكل حاجة أي حد بيحلم بيها طب أنت قدراتك إيه؟ يقولك يا عمي أنت هتقعد بقى تقول لي قدراتي معنى أصل البلد والظروف والشغل وإمكانياتي وهو ده اللي بيحصل والفلوس والوقت ومضغوط الله سبحانه وتعالى قدراته لا محدودة والبشر من روح الله فبالتبعية البشر قدراتهم لا محدودة ولكن إحنا اللي بنحدد إمكانياتنا وليس قدراتنا فنبدأ نقول والله أصل الوقت أصل الشغل أصل الظروف أصل الولاد أصل البيت ونعمل شماعة كبيرة اسمها أخسل ونبدأ نعبودها ونقبسها فاتدمر كل حياتنا وده بيكون ناتج عن عدم إيمان الفرد بذاته وقدراته عدم تطويره لاعتقاده في ذاته طب التطوير ده هيحصل إزاي؟ هيحصل بالتعليم المستمر أو مبدأ القايزن مبدأ القايزن أو التجربة اليابانية بيقول خيرا لك أن تطور ذاتك ولو كان بسطر واحد مستمر أفضل منك تقرأ كتابه ما تقرأش مرة تالية يعني إيه الكلام ده؟ يعني النهاردة لو جينا مثلا على الناس اللي بتعاني من أنها تتعلم اللغة الإنجليزية مثلا لما نيجي نحسبها كده ببساطة لو كل يوم البني آدم بيحفظ عشر كلمات على مدار السنة معنا 3650 كلمة تقريبا عشر كلمات بس مش أكتر هو ده مبدأ القايزن إن إحنا يوميا في تطوير يوميا في اكتساب مهارة ولو بسيطة جدا ولكن شرطها إنها تكون مستمرة أحسن مبز الجهد جبار ده أنا أحفظ مية كلمة ده أنا يعني هتكون أعظم ويعني أحسن واحد في اللغة الإنجليزية وأبدأ بحماس عالي شديد جدا وبعد كده ينتهي على لا شيء فهنا مبدأ الاعتقاد بيقولك إنك عشان تطور اعتقادك وإيمانك وكبراتك ذاتك لازم تهتم بمبدأ القايزن أو اللي هو التحسن المستمر أو التطوير المستمر اللي هو عندنا لما تيجي تبص لها خير الأعمال أو أحب الأعمال إلى الله أدوامها ولو قلت يعني مش مهم تبقى قليلة المهم إنك تستمر عليها طيب هو إيه اللي بيخلي أصلا الاعتقاد عندنا ضعيف أو مش موجود حاجة اسمها التوقع والتوقع ده شكوين هنتكلم فيهم للأسف معظم الناس لما بيجي يكون داخل مشروع جديد ممكن يبقى مخطط حلوة قوي ولكن دايما عنده النية السيئة إن أنا وارد إن أنا أفشل إن أنا وارد إن أنا منفعش إن أنا وارد إن أنا أقفل المشروع فانت داخل أصلا بنية مسبقة سيئة تدمر كل الإيجابيات اللي إنت ممكن تفكر فيها لأن ببساطة العقل البشري بيبني على آخر تجربة فانت عملت تقوله أنا كويس وخططت وعملت حاجات حلوة جدا وتيجي في الآخر تقوله بس خلي بالك أنا التوقع بيقول لأ أنا ممكن نفشل يعني فيه ناس كتير فشلوا في وارد إن إحنا نفشل مع إن كله علماء البزنس والماركتينج والتغطيب بيقولوا إن ما فيش قابلية للفشل ناخد معنا اتصال أسماء مساء الخير مساء الخير يا أسماء علوه مساء الخير علوه أيها سامعك تفضلي أنا مسامع كويس يا أسماء ممكن ترجع يتكلمين مرة تانية يا أسماء شكرا نرجع تاني للتوقع فالتوقع هنا بيقول لحضرتك إيه؟ إن ما فيش حد في مجال البزنس أو علماء الإدارة بيقول إن أنا خطط لمشروع وابدأ أقول إن أنا وارد إن أنا أفشد كل علماء البزنس بيقولوا إن أنا بحط الخطة الأولى ولو فشلت فأنا عندي الخطة البديلة بلان بي ولو فشلت فأنا عندي بلان سي اللي هو بكل المقاييس أنا عندي خطة لحد ما أوصل للنجاح اللي أنا محتاجه أو للمرحلة اللي أنا محتاجها في المشروع ده لكن ما بيبقاش وارد عندهم إن أنا أفشل أو إن أنا منفعشي أو إن المشروع ده يتقفل زي ما معظم الناس للأسف بتأمل فهنا التوقع بيقوله حضرتك إيه؟ الجزء الأول إنك لازم تتعلم الأول من خبراتك السابقة يعني إيه الكلام ده؟ يعني الأفضل يكمن دائما داخل الأسواق لما تيجي تقيس على كل خبراتك اللي فاتت على كل المشاكل اللي حضرتك وقعت فيها ما تلاقيش مشكلة سودة للنهاية ما تلاقيش حاجة سيئة للنهاية ما تلاقيش حاجة اللي بيسموها الشاشة السودة إن أنا ما عنديش أي حاجة حلوة في حياتي هتلاقي على أقل كل التجارب اللي أنت تعرضت لها ولو شايف إنها سيئة مية في المية على الأقل علمتك الأخطاء اللي كانت فيها فما تقررش في المرة اللي بعدها فإذا ما بقتش الموضوع سيئ لأ ده كان فيه إيجابية وجاية في الوقت المناسب علشان تضيف لك الدرس ده الجزء الثاني في التوقع هو تغيير العادات اللي تحولت عندنا لكلام منطوق نفقد الإحساس بمعنى كلنا من وإحنا صغيرين أوكي ناخد أسماء مرة تانية أسماء معايك تفضلي أنا والدتي ما بتعرفش قراءة في المصحف ومتعلمة جدا والدتك ما بتعرفش تقراءة في المصحف وهي متعلمة جدا لا مش متعلمة مش متعلمة آه تمام وزعنا كنت عاوزاك تواجه لها رسالة أوجه لها رسالة أوكي حاضر طبعا يعادة معاي تمام حاضر والدة أسماء كان فيه مقولة مأسورة بتقول تتذكر من قائل المقولة أن خير للمرء يعني يقرأ القرآن ولو كان يتعلثم فيه أو مش عارف يقرأه أو شاق عليه فله أجران مش فاكر هو حديث صحيح ولكن مش فاكر صيخته ولكن ده معناه فربنا كان قال لنا أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على الله سبحانه وتعالى أن الإنسان اللي بيقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران فإن شاء الله حدك تستمري وربنا يأجرك الأجران نرجع تاني لموضوع التوقع الجزء التاني في التوقع بيقول عادتنا اللي احنا تربينا عليها إنه احنا صغيرين كلنا تربينا إنه احنا بنقول الحمد لله دايما في الضراء والسراء ولكن للأسف أهلين وعمرهم معلمونا هو احنا ليه لما نتعرض لمشكلة أو مصيبة نقول الحمد لله هو إيه الحمد في أننا اتعرضت الحدثة في أننا فقدت عزيز في أننا حصلت لي كارثة في أننا أفلست فما تعلمناش ده فمع مرور الوقت اتحولت الكلمة لكلمة روتينية نفقد الإحساس بمعناها فبدأت أول ما تتعرض لمشكلة تقول الحمد لله ولكن داخليا أفقد الإحساس بمعناها فأقول يا رب هو يعني إيش معنى أنا للوهلة الأولى وبعد كده آه أكتشف أن كان فيها خير وأن ربنا منع عندي مصايب الدنيا فييجي مبدأ التوقع هنا يقول لحضرتك أن في الحالة دي بدل الكلمات الروتينية بكلمات أخرى لها نفس المعنى يعني إيه الكلامنا يعني متعود باستمرار تقول الحمد لله بدلها بالشكر لله بدلها بأحمدك يا رب أشكرك يا رب كلمة منطقها جديدة على اللسان فلما تيجي تقول كلمة منطقها جديدة على اللسان وقت غضب أو مشكلة أو كارثة يبدأ عقلك يحلل طب هو إيه الشكر في اللي أنا بعمله أو إيه الشكر في المصيبة فيبدأ يحلل بعين المنطق الموضوع ويبدأ يطلع لك الإيجابيات اللي كده كده بتكتشفها دايما في النهاية فتبدأ تعدل مفهوم التوقع عندك ما يبقاش كلام بس منطوق نفقد الإحساس بمعنى طيب هو توقعنا بيبقى سيء ليه أصلا بيكون التوقع سيء نتيجة الاستحقاق والاستحقاق ده نوعين بيبدأ بعدم استحقاق الفرض لذاته مش حاسس إن أنا استحق إن أنا ننجح مش حاسس إن اللي أنا عملته كفاية مش حاسس إن أنا استاهل المكان اللي أنا فيه اللي هو باختصار نظرة الدونية للذات حاسس إن أنا أقل من العادي أقل من اللي حوالي أقل من المجتمع إصحابي اللي في الشغل اللي معايا هما أقل مني بكتير طيب نحسبها إزاي أو نعالجها إزاي في الجزء بتاع الذات هبدأ أسألك هو أنت بتحب مين أكتر نفسك ولا الآخرين لو جيت سألت السادة المشاهدين سؤال وقلت بتحب نفسك أكتر ولا ولادك بشكل بديهي وصريع هلاقي كل الناس اندفعت وانفعلت لا إحنا بنحب ولادنا أكتر من نفسنا بس خلينا أقول لحضرتك إنك بتحب نفسك أكتر من ولادك وده اللي مسبب لك الحالة النفسية اللي حضرتك فيها حالية مش معنى كلامنا إن الناس ما تحبش ولادها أو إن الناس تبعد عن ولادها لا خالص الكصة كلها بتقول إن إحنا نفهم أصلا هو إحنا بنحب إزاي عقلنا بيحب إزاي بنفكر إزاي في حتة الاستقاق تجاه الزاد دي اكتشفوا إن الحب تلات أنواع أول حاجة الحب الفطري اللي مفهوش منطق ومفهوش تفكير والجزء الثاني الجزء العقلي اللي هو بالمنطق والتفكير والجزء الثالث اللي هو التفديل تعالوا وضحها لك بمثالين الجزء الأول لما حد لما سيدنا عمر قابل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فيما معنى الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون وأحب إليه من ماله ونفسه سيدنا عمر رد عليه فيما معنى الحديث طب أنا أقدر أحبك أكتر من ولادي وأكتر من مالي مفيش مشكلة لكن نفسي صعبة شوية فلما قرر عليه الموضوع أو السؤال أكتر من مرة قال له لأنا الآن أو لأنا فهمت تقريبا علماء النفس بقى فسروها إن ده حصل مع سيدنا عمر عشان عنده ثلاث أنواع من الحب ما بيقدرش يتحكم فيهم يعني إيه الكلام ده قالك إن الحب الفطري اللي بنتولد به أو اللي بيبقى خارج إرادتنا أو اللي بيقدرش نتحكم فيه بيصيب البني آدم أو بيصيب ذاته أو بيسيطر عليه بشكل كبير جدا وما بيقدرش يتحكم فيه يعني إيه الكلام ده يعني أنا ابني علشان من دمي فهياخد حتة من العقل وهياخد حتة تانية هو أنا بحب ابني أو بنتي بس فأنا مش عارف أنا بحبه ليه وياخد الحتة التالتة إن أنا لو هشتري حاجة لنفسي لأ أنا هفضل ابني أو بنتي فأصبحت أنا بحب ابني أو بنتي بنسبة 100% مش أقل ولكن المية في المية مقصمة على ثلاث أنواع من الحب الجزء الفطري اللي أنا بحبه ومش عارف بحبه ليه الجزء العقلي اللي هو ده ابني من دمي فبالعقله بالمنطق لازم أديره قدر من الحب والجزء الثالث التفضيل اللي هو أنا لو بتعرض لأزمة فبالتبعية هيكون هفضل ابني أو احتياجاته على ذاتي طيب ليه حبك لنفسك أقوى وأعظم من حبك بقى للا حواليك لأن حبك لذاتك 100% حب فطري عمرك هتسأل نفسك وأنا بحبي نفسي ليه أو هتفضل نفسك على نفسك كل اللي بيحصل إنك بتيجي على احتياجاتك وعلى راحتك وتفضل اللي حواليك على نفسك مع مفهوم ومعتقد خاطئ بتتوهم فيه إنك تقدر تحبهم أكتر من نفسك هو كل اللي انت عملته إنك فضلت الآخرين على ذاتك فمع مرور الوقت لما تلاقيش أو لما ما تلاقيش التأدير المناسب من اللي حواليك يبدأ عقلك يديلك بقى إحساس الاكتئاب بقى وعدم الثقة بالنفس وإنلي التأدير وتدخل كده في موت حزين هو أنا ليه دايما بقدر الناس وبيجوا علي هو أنا ليه جوزت ولادي وسابوني ونسيوني هو أنا ليه جوزت بنيتي ومحدش بقى بيسأل عني لأن سنة الحياة والفطرة اللي ربنا خلقنا بيها إن النفس البشرية بتحبش حد أكتر من نفسها فلو بدأت تتحط ولادك أهم منك مش هتعرف تسعد ولادك أصلا لأن لو حضرتك سليم نفسيا متزن نفسيا حضرتك متزنة نفسيا فبالتبعية ده هينعكس على الولاد فلو أنت بتحب 100% هتحبهم 200% مع ملاحظة صغيرة أن كل الكلام اللي أنا قلته ده مش معناه أن إحنا نبطل نحب ولادنا أو نبطل ندي للي حوالينا كل الحكاية إن في حتة الاستحقاق تجاه الذات إنك تحط حتة ولو صغيرة لنفسك وتحافظ عليها اللي هي كوقعة الذات الخاصة بيك أنت كوقعة الذات الخاصة بيك أنت اللي ممكن بقى تخرج فيها تفصح نفسك تعزم نفسك على غدا تشتري لنفسك هدية تكافئ نفسك بمعنى أبسط بكتير مكافئة الذات هي الحاجة اللي هتخليك تكمل مراراً وتكراراً وكل ما تقع تقوم تاني مهما كانت الأحداث والظروف أما لو بتيجي على نفسك وتقدر اللي حواليك على حساب ذاتك فصدقني لا هتعرف تسعد اللي حواليك ولا هتعرف تسعد نفسك وفي النهاية هتحتاج في الغالب تعرض على أخصائي نفسي علشان يساعدك ويوجهك بشكل سليم وفي النهاية يخليك تهتم بذاتك وتقدرها لأن تقدير الذات هو اللي هيسبب لك كل النجاحات اللي منت ممكن تتخيلها في حياتك طيب هو اللي بيخلينا بقى أصلاً مفيش استحقاق تجاه الذات أو الاستحقاق تجاه الذات بيكون قليل عن اللازم أو مش موجود أي إن كانت الدرجة بتاعته لأنه بيختلف من شخص للتاني ومجداره بيتفوت من شخص للتاني هي حاجة اسمها الصورة الذاتية هو أنا شايف نفسي فين دلوقتي وهل شايف حقيقة الصورة بتاعتي ولا لا شايف مكانتي ومقدرها بشكل سليم ولا لا ومتخيل ذاتي في المستقبل عاملة زي هل أنا راضي عن ذاتي بالشكل الكافي وهي نفس الصورة الحالية اللي هي بقابل لأنها تبقى موجودة في المستقبل اسأل نفسك السؤالين دول ولو كانت الإجابة لا يبقى أنا لازم أعدل تأديري لذاتي وعدل استحقاعك بذاتي وأقدر نفسي جدا مع مراعاة عدم الجور على حقوق الآخرين إن إحنا ما نجيش على حقوق الناس ونقول أصلا عبدالله قال لي فأنت لازم تأدر نفسك فبقى أبدأ أخذ مصروف البيت ودمره أو مهتمش بالولاد واصرف عليهم عشان أقدر نفسي له مسألة الخير مسألة نور مسألة نور يفنم تفضل تفضل معاك أنا طبعا عاوز أشكرك طبعا أنت كنت السبب في أن أنا أتغير بشكل كبير وطبعا يعني الله يكرمك الله يعزك رب فأنا أقول تعاوز أسألك بس عن نقطة دايما بتشغل بالي تفضل لو أنا محتاج مثلا أن أنا أغير حد مثلا إيه الطريقة اللي أنا ممكن أقدر أغيره بها جميل عشان بس دايما يعني كل ما أحاول معاه الدماغه دايما مركزة في اتجاه واحد فيعني أنا عايزه يتغير للأفضل فأنا مش عارف يعني رغبتي في أنه يتغير للأفضل دي هل هي يعني من حق أن أنا أعملها ولا مقترض أشوف وهو يعني يتغير وبعدين يعني مش عارف يعني أنا ممكن يريد تفتني في الإجابة على السؤال تمام حاضر حالا هجاوبك بص خالد قعدة من قواعد الحياة اللي احنا فاهمينها غلط إن بني آدم يقدر يغير التاني مفيش بني آدم على وجه الأرض يقدر يغير حد وهو مش عايز يتغير ودي من الأخطاء الكارثية اللي بيقع فيها أي اتنين مقبلين على الزواج أو لسه متجوزين جديد إنها تعصر على نفسها لمونة وموافقة إنها تتجوز عشان على آمل إن أنا بعد الجواز هغيره وهو نفس الكلام يبدأ يعمل نفس الموضوع على آمل إن أنا بعد الجواز هغيرها لكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن تغير بني آدم إن أنا لما حب خالد وابقى حابب وجوده في حياتي فعمري ما هعمل حاجة تضيقه فطور من نفسي من منظور إن أنا بحبه فمش عايز أزعله لكن أنا كعبد الله أبدأ أغير خالد أو خالد بشكل مباشر عايز يغير عبد الله مش هيحصل لإنها مش من سنن الكون لإن إحنا قلنا من شوية في الاستحقاق حتة حب الذات هتخليه دايماً عنده مقاومة تجاه التغيير هو أنا ليه يتغير عشان فلان معنا كده اللي عايزني قابلني واللي مش قابلني مش قابلني ودي من الكوارث اللي أنا بشوفها برضو في الناس اللي عندها نوع من أنواع الفمنة ويجي تتخطب مثلاً فيبدأ يقول لها هو أنت لازم تخس عشان نتجاوز وهي نفس الكلام أنت لازم تخس عشان تتجاوز أو تدخن عشان تتجاوز دي من الكوارث البني آدم لما يكون داخل على أي علاقة من أي نوع صداقة حب ارتفاط جواز لازم دايماً تسأل نفسك العيوب اللي موجودة عند البني آدم ده أنا أقدر أعيش معاها وتكيف معاها ولا لا العيوب قابل المميزات لأن العيوب هتكمل معاك حبة حلوين لحد البني آدم ما يدرك من نفسه أن دي أخطاء بتزع للطرف اللي قدامي فمحتاجة أنها تتغير فيما عدا ذلك مستحيل البني آدم يغير حد تاني وهو مش عايز لازم التغيير يبدأ من عندنا إحنا نكون مقتنعين به شكلاً وموضوعاً وتفصيلاً أتمنى أكون أجابتك يا خالد على سؤالك نرجع تاني لفكرة الصورة الذاتية بتاعتنا لما تسأل نفسك السؤالين أنت راضي عن نفسك في الصورة الحالية مبسوط بيها تبدأ تمسك ورع وقلم وتقيم أخطاء ومميزات وعيوب وترسم كمان صورتك في المستقبل أبدأ بنفس الورع والقلم أبدأ أكتب أنا والله إيه العيوب اللي مضايقاني محتاج أن أنا أطورها في المستقبل مش محتاج أنها تبقى موجودة حابب شخصيتي تبقى عاملة إزاي لأن خلي بالك الخيال من أقوى الحاجات اللي ممكن تساعدك إن حياتك تبقى أحسن طيب بني آدم عمل كل الكلام اللي احنا قلنا عليه ده بداية من الإدراك للرؤية للرغبة ثم بعد كده القرار واتحمل مسؤولية قراراته وما كانش فارق مع الناس كلها وكان مؤمن باللي هو بيعمله طالما هو صح ومتأكد أنه صح ولا يغضب الله سبحانه وتعالى وبعد كده كمان طور اعتقاده ومشي بمبدأ القايزن ثم بعد كده كمان كان عنده حسن التوقع وإدارة التوقع وبيعرف يقدر ذاته كويس وعنده استحقاق للذات وللآخرين نقصه إيه تاني عشان يتغير نقصه بقى أنه يحط نفسه جوه إطار الفعل جوه إطار التنفيذ ويبدأ يتخذ خطوات سابتة يعني إيه الكلام ده يعني بعد كل الكلمة اللي احنا قلناه ده لو اتطبق مثلا على أن أنا عايز أبطل تدخين فاضل إيه بقى أن أنا أبدأ أخذ خطوات وروح لدكتور مثلا أو أن أنا أشوف أخصائي يساعدني كذلك مثلا لو حد عنده سمنة وعايز تخلص منها عادة سلبية عايزة تخلص منها مشكلة بعاني منها يبدأ ياخد خطوة أو يحط نفسه جوه الفعل وياخد أكشن ويبدأ ينفس بعد التنفيذ لازم هتحصل حاجة اسمها النتائج بعد النتائج في خطوة مهمة قوي ودي أهم حاجة تقريبا في اللي احنا قلناه وهنقوله هي التقويم هي تقويم للنتيجة اللي أنا وصلت لها هل هي إيجابية ومرضية؟ لو إيجابية ومرضية فابدأ أنتقل على خطوة تانية لو كانت سلبية أو غير مرضية أو مش دي نتيجة اللي أنا عايزها هابدأ أعمل إيه بقى؟ أرجع أعدل في حاجة اسمها إيه بقى؟ التخطوط لأن الأخطاء الفادحة أن أنا أروح أعدل في الفعل أو أن أنا أعدل في النتيجة ألاقي نفس الفكرة بالضبط عارف بالضبط شبه أن أنا بقولك والله أنا عايزك تسافر اسكندرية بس من طريق شرم الشيخ وأنا كل ما أخذ طريق شرم الشيخ أروح شرم الشيخ وأمر مواحي اسكندرية فعشان تتغير النتيجة وأوصل للطريق اللي أنا محتاجه لازم أغير الخطة وغير طريقة التفكير علشان نلاقي أن أنا عندي في النهاية نتائج مختلفة طيب إيه اللي يبني بقى كل الكلام اللي احنا قلنا عليه ده؟ ثلاث حاجات الاستمرارية والتصميم والالتزام دكتور محمد يسري أهلا دكتور محمد تفضل دكتور عبد الله مساء الخير عليك وعلى مشاهدينك الكرام مساء المهور دكتور محمد طبعا أنا أتعايد أن أنا داخل مع حركة ومكالمة بس الموضوع عجبني فقلت أخش يعني أنكش حضرتك كده نورتني يا فندم ربنا يخليك بالنسبة للموضوع طبعا تتكلم فيه موضوع مهم وكبير جدا بس كنت عايز أفهم يعني هل التغيير ممكن يصل بين الشركة يبوا أصدقاء وبين الأصدقاء يبوا شركاء وهل اختلاف وجهات النظر لما يكون معاك شريك وصديق صعبي جدا ودائما الوجهة مختلفة هل ممكن اللاقة تستمر ولا لا تمام حالا هجاوب حضرتك مساء جدا وليك يا دكتور وحلقة ممتازة وشكرا على الإصلافة شكرا نورتني جدا في فكرة العلاقات يا دكتور محمد نشوف شكل العلاقة أصلا عامل إزاي وهل العلاقة دي علاقة سرطانية أو علاقة مؤزية هتستمر أو هيستمر الإيزاء فيها باستمرار ولا لا وهل العلاقة السرطانية دي بتؤثر على الذات وعلى النفسية وبتخليني عجلة الإنتاج عندي تقل وينعكس ده على أسرتي وعلى شغلي وعلى الحوالية ولا لا فيه ناس بيبقى من الأفضل أن احنا نحجم علاقاتنا بيهم اللي هو صباح الخير أكبرك إيه الحمد لله يا ربي دايما ما بنقولش أن احنا نخسر الناس لكن أي علاقة مؤزية نبدأ نحجمها بحيث أن احنا ما نتعرضش الأذى نفسي فينعكس علينا وعلى اللي حوالينا فعشان كده دايما بنقول للناس أن أي علاقة سرطانية الأفضل ليك أنك تخسرها وتخسرها مش تخسر الشخص تخسر العلاقة لكن الشخص ممكن تحافظ عليه بشكل رسمي أو لو أنت مجبر تتعامل معاه مثلا في إطار الشغل أو العمل فبيكون إزايك صباح الخير تمام ونلتزم بإجراءات الشغل المتبعة أو النظام اللي بيحطه المكان أعتقد حياتنا هتبقى أفضل بكتير من أنا أجي على نفسي واتحمل ضغوط في علاقة مؤزية تؤدي لتدميري نفسيا فينعكس ده على ضمار الشغل اللي حوالي أما بقى فكرة يقدروا يتحولوا الشركة الأصدقاء أو لا طبعا أي حد ممكن يتحول لصديقه العكس صحيح ولكن نبقى متأكدين أن احنا بنختار الشخص المناسب أو الشريك المناسب مش مثلا بس علشان معاه شوية فلوس فيدخل شريك معك في مشروع علشان الفلوس بس أو علشان هو صاحبنا فيدخل معانا كشريك لا نشوف أصلا هو دوره مهم في الشراكة دي ولا لا وبعد كده أنت حر ليك مطلق الحرية تدخله معك شريك على حسب احتياجك أو تحوله لصديق برضو دي حريتك الشخصية الكاملة اللي هو دايرة الأمام بتاعتك باختصار ما تسمحش لحد أن يكسرها ويعكر صفوها علشان ما تتأذاش نفسيا فانعكس ده على نفسك وعلى كل اللي حواليك أتمنى أكون أجابتك يا دكتور محمد نرجع تاني لموزك التغيير بتاعنا فكرة الاستمرارية والتصميم والالتزام ثلاث حاجات دي من الحاجات الجبارة جدا اللي تبني أي حاجة في الكون ولو كانت نسبتها زيرو بمثال بسيط قوي خدناه من وإحنا صغيرين في المدارس الابتدائية فكرة الراجل اللي عمل المصباحي الكهربائي موضوع دا عليه جدل كبير قوي معنا أحمد ألوه مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام تفضل معك أحمد عبدالهادي يا فندم أهلا بيك يا فندم تفضل والله يا فندم إنو كنت عايز أقول بالنسبة للذاتة غير عن نفسك يعني الواحد ساعده أعطل جدا بس بيحاول أنه غير بالنفس كتير تمام سي مرضو العصبية بتخيطر عن الواحد تمام ممكن مثلا أعمل شيء بعد كده أندم إنونا عملته بس اللي قدامي بيتفضل جميل هجاوبك حالا يا أستاذ أحمد من أفضل الحاجات اللي ممكن تساعدنا في إن إحنا نتخلص من العصبية هو الهروب الاضطراري المؤقت يعني إيه الكلام دا في فرق ما بين إنك تهرب من المشكلة وإنك تهرب هروب مؤقت علشان تهدأ من الحاجات اللي بشوفها في الجلسات كتير قوي وبيتقابلني أن أنا لقي مثلا زوج بيتخانق مع زوجته فيسيبها مثلا ويدخل جوة يقعد لوحده فتروح دخل وراه علشان تكمل الخناقة أو لو هي سابته ودخلت المطبخ فيبدأ يقول لها وانا مش بكلمك لا تعالي هنا إزاي تسيبيني وتمشي فنلاقي أن الموضوع يبدأ يجبر ويتشعب وممكن يوصل لمراحل خطيرة كذلك مع أصدقائنا في الشغل نبدأ نتكلم مع حد فيسيبنا ويمشي فنقول له وانت بتسيبني وتمشي وانت بتقلل مني انت مش عارف وانت بتكلم مين فعايز أقول لكم إن دي من المفاهيم المغلوطة اللي احنا تربينا عليها من الصح جدا إن احنا لما نتخانق مع حد ونبرة الصوت تحدد والعصبية تعلى إن احنا نبدأ نقوله بعد إذنك أنا هستأذنك نكمل كلام بعدين وتبدأ تسيبه وتمشي وترجع تاخد وقت كافي علشان تتكلم مع مرة تانية فيبقى الموضوع النقاش مش خناء من الأبحاث التي عملت على فكرة العصبية لقوا إن البني آدم لما بيتعصب بيبدأ يرتفع نوع من الهرمون في الدم فالهرمون ده علشان يهدى مرة تانية بيبدأ ياخد من 20 ديئة ده 45 ديئة علشان يدخل في مرحلة الهدوء مش عشان يهدى لأ ده عشان يبدأ يدخل في الإطار بتاع مرحلة الهدوء طيب يبقى الحل السليم إن احنا هنا إيه نسيب الناس قدري كافي من الوقت ساعة 2-3 ونبدأ بعد كده نتناقش معهم فيبقى الموضوع نقاش مش خناء لأن تعالى إيس على بداية التاريخ أو بداية البشر من أيام سيدنا آدم ما فيش مشكلة على وجه الأرض اتحلت وقت غضب اتحلت وقت عصبية اتحلت وقت خلاف وعايز أقولك كده فيه مثال بلدي دايما بيقولك إيه عيش هادي تموت بصحتك يعني كل ما كنت هادي وكنت ما بتتعصبش وما بتتنرفس هتموت وانت محافظ على صحتك بقى ما فيش لا قولون ولا ضغط ولا سكر ولا كل الكلام ده لأن العوامل النفسية من أكتر الحاجات اللي بتسبب أمراض الضغط والسكر وأمراض المعدة والقولون فعشان كده دايما خد وقتك الكافي فكر قبل ما ترد رد تندم عليه دايما صدقني حياتك هتختلف لو انت مشيت بالحاجات البسيطة اللي احنا بنقول عليها دي نرجع تاني لفكرة النموذج بتاعنا وكنا بنتكلم على الراجل اللي عمل المصباح الكهربائي توماس إلسون الراجل دا قالوا أو بعض الكتب قالت ان الراجل دا حوالي مئة مرة وفيه كتب قالت ألف وفيه كتب قالت عشر تلاف لو عدنا نقيصها على العشر تلاف تجربة وجيت تقسمهم على سنة هتلاقي في الغالب الراجل دا كان بيحاول حوالي سبعة وعشرين مرة في اليوم بشكل مستمر لمدة سنة بدون فواصل تمام؟ مع العلم ان الراجل دا عنده أكتر من ألف برائط اختراع أخرى تمام؟ طيب الراجل دا لو ما كانش عنده استمرارية ما كانش عنده تصميم ما كانش عنده التزام مع ذاته ما كانش عنده محاولات مرارة وتكراره وما كانش بيزاء كان ورد ان احنا لحد النهاردة مايبقاش فيه ضاقة وكان ورد ييجي مخترع بعده اقول اذا كان توماس إديسون بعظمته وشطرته واختراعاته وعنده أكتر من ألف برقة اختراع ما عارفش أنا لو حاولت أعرف فكان ورد أنه مبقاش فيه إضاءة لحد النهاردة ولكن هو بدأها من حاجة بسيطة ولما سألوا الميديا والإعلام أنت فشلت عشر تلاف تجربة قال لهم لا أنا عندي عشر تلاف طريقة اتعلمت من خلالهم هو ليه المصباح الكهربائي ما كانش بينور فكانت كل تجربة بمثابة سلمة للتجربة اللي موجودة بعدها فوصلتني في النهاية للتجربة النهائية بتاعت المصباح الكهربائي ومازال من أشهر مخترعي العالم فلو عندي استمرارية وتصميم والتزام تقدر تبني أي حاجة في الكون ولو كانت نسبتها بسيطة جدا فلو عايز تتعلم لغة عايز تتخلص من عادة عايز تعمل حاجة جديدة في حياتك ابدأ بالحاجات البسيطة واستمر عليها وصمم والتزم مهما كانت الظروف والمقاييس صدقني حياتك هتختلف جدا تعالوا نراجع كده مع بعض سريعا الحاجات اللي احنا تكلمنا فيها بدأنا النهاردة بنموذج التغيير المتكامل وبدأنا بالإدراك ان انا اصلا عندي مشكلة وقلنا ان دي اول خمسين في المية من خطوات التغيير ثم الرؤية للمستقبل شايف حياتي في المستقبل راضي عنها ولا لا بوضع الحالي وبعد كده اتكلمنا على الرغبة والقرار وتكلمنا على المسئولية والاعتقاد وتكلمنا بعد كده على التوقع والاستحقاق والصورة الذاتية واخيرا اتكلمنا على انك تحط نفسك جواه اطار الفاعل وتبدأ التنفيذ لان التسويف هو القاتل لكل حاجة في الكون بكرة بعده في بعده في بعده تلاقي سنين كتير مرت عليك وانت لسه مكانك محلك سر فصدقني ابدأ من اللحظة دي حالا خد خطوات وحياتك هتكون اعظم بكتير جدا نورتوني في الحلقة النهاردة واتبسطت معكم جدا شكرا لكم ولمشاهدتكم وشكرا للكنترول والمخرج كل الناس الجميلة اللي موجودة في الانتاج كنت معيكم عبدالله ربيع لايف قدش وخبير الالقات وشوفكم على اخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته